أكد وزير الخزانة لبريطاني جيري ميهاند خلال مقابلة مع سكاي نيوز أن الحكومة الحالية لا تستطيع التحكم في الأسواق لكنها ستتخذ قرارات صعبة للغاية وستتحمل تكاليف خططها المتعلقة بالضرائب لطمأنة المواطنين في ذل الارتفاع الراهن للتكاليف المعيشة لا نستطيع التحكم في الأسواق لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أن بوسعنا دفع تكاليف خططنا المتعلقة بالمصاريف والضرائب وهذا سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة للغاية وهو ما علي فعله الآن حتى يتأكد الأشخاص القريقون من ارتفاع الرهن العقاري وحلول الشتاء وسط ارتفاع تكاليف المعيشة من أن الاستقرار الذي يتوقعونه من حكومتهم موجود بالفعل وإلى ذلك ذكرت صحيفة فينانشل تايمز أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليست شرس لا تزال في خطر وذلك على الرغم من إقالتها وزير الخزانة كواسي كوارتينغ وترجعها عن الكثير من الأمور فيما يتعلق بالميزانية المصغرة التي حددت استراتيجيتها الاقتصادية حسب الصحيفة دائما فإن نواب حزب المحافظين لا يزالون غير مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي وأن بعض أعضاء البرلمان يخططون للإطاحة بها وفي حال نجحت هذه المساعي فإن ذلك يعني أن من سيشغل المنصب سيكون خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات معنا من لندن مرسلنا جياب أبو صافية جياب إذن على ما يبدو أن التوتر والانقسامات على أشدها داخل حزب في مساعي لأخذ اللوم ومن يتحمل مسؤولية في الأوضاع وفي الأزمة الاقتصادية وفي موازنة البلاد وارتداداتها حتى جريمي هانت نفسه اللافت أنه في مقابلته مع سكاي نيوز وجه الانتقادات وأصابع الانتقادات لليسترس ولإدارتها أين يضع هذا الحزب نفسه وأين يضع بريطانيا كذلك؟ يضع بريطانيا في وضع اقتصادي سيء جدا هي حالة عامة ربما هي المشكلة أكبر من الحكومة وتغيير وزير هنا أو هناك أو حتى وضع خطط اقتصادية أين كانت الحلول التي تطرح على الطاولة كانت حتى من قبل منافس لليز ترس على زعامة حزب المحافظين في السابق فإن هناك قرارات صعبة يجب أن تتخذ هذا ما قاله جيرمي هانت في مقابلة هذا الصباح وهي الأولى منذ توليه منصب وزارة الخزانة وقال أن هناك قرارات صعبة سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة ستكون أيام وأسابيع صعبة جدا على لليسترس هنا الحديث أن أرس واطن بدأت ترتفع من داخل حزب المحافظين هناك بعض الرسائل التي تطالب بسحب الثقة من رئيسة الوزراء والذهاب إلى انتخابات داخلية أخرى لحزب المحافظين لاختيار زعيم جديد هنا التحدي الأكبر ربما لليسترس حاليا بالإضافة إلى الإشكاليات المالية والاقتصادية وتكاليف المعيشة وغيرها هي معضلة توحيد صفوف أعضاء حزب المحافظين خلف قيادتها هذا ما تم إحداث اهتزازات كبيرة جدا حتى ما بعد مؤتمر حزب المحافظين قبل نحو أسبوعين والآن تأتي هذه الإشكالية بتغيير وزير خزانة كانت قد دافعت عنه كانت قد أقرت معه الخطة الاقتصادية التي جاءت بنتائج كارثية على الاقتصاد البريطاني وعلى الجنيه الاسترليني هل يملك المفتاح الحل السحري جرمي هانت؟ بالتأكيد لا هذه الإشكالية هي إشكالية عالمية فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وأيضا التنرنح الاقتصادي الذي جاء بعد مرحلة ما بعد كورونا أيام صعبة قادمة للحكومة البريطانية ربما أسابيع صعبة جدا هل تستطيع هنا السؤال لليسترس توحيد صفوف أعضاء حزب المحافظين خلفها أم أن هناك ستشهد ربما عدد من الاستقالات خصوصا في الحديث عن تقليص في بعض ميزانيات الوزارات هل كيف سيتصرف الوزراء حيال ذلك؟ نعم وربما هذا ما سنرصد معك لاحقا جياب أبو صفية مرسلنا من لندن